نحن الآن في ثانوية الباسلية المتفوقين في الفحامة في دمشق لرصد سير العملية الانتخابية ضمن هذه التغطية المستمرة للانتخابات التشريعية بدورها الرابع هذا المركز مشاهدين من بين 795 مركزا تقريبا موزعين في كامل محافظة دمشق إذن منذ ساعات الصباح الأولى بدأت عملية الاقتراع في كل المراكز في كل المحافظات وطيرة الانتخاب أو حجم الإقبال على الانتخاب هو جيد وكما نرى في الصورة الإقبال يتزايد ويتسارع على العملية الانتخابية مع مرور الوقت هناك أعداد ما تزال تتوافد على المركز تباعا وكما نرى أيضا مشاهدين حضور كبير للمرأة السورية اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري وهو غير مستغرب اليوم على الحالة السورية وذلك ما يؤكد ويثبت دائما وجود وحضور ومكانة المرأة في هذا الاستحقاق كما غيره من الاستحقاقات وهنا مشاهدين أتوجه إلى أحدى الناخبات مرحبا خبريني اليوم حضرتك جاية انتخبية أنت معلمة في الثانوية خب ماذا تريدين اليوم من أعضاء مجلس الشعب في القطاع التربوي مثلا؟ هلأ احنا جايني ننتخب الأكثر كفاءة ونزاهة بدنا أن يكونوا أعضاء مجلس الشعب هل في مطلب محدد اليوم حضرتك كمعلمة بدك يا من أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالانتخابات؟ بيحققوا مطالب الشعب بيزيدوا الرواتب تمام معي أيضا أحدى الناخبات مرحبا أهلا وسهلا يا هلا اليوم جاي حضرتك تنتخبية بهذا المركز خبريني اليوم ما المطلوب من أعضاء مجلس الشعب؟ ما الأساس اللي بتختاري على أساسه مرشحي؟ يهتم بالعملية التربوية يعطي قيمة للمعلم أكثر يرجع للمعلم بهجته يهتم بالأوضاع المادية للمعلمين يوصل صوتنا بشكل صح للأهالي ويكون خير ممثل للشعب هذا هو الشيء المطلوب منه تمام شكرا إليك أيضا معي هنا في المركز مشاهدينا رئيس المركز نتحدث معه عن الإجراءات الاستعدادية التي قام بها المركز قبل بدء عملية الاقتراع الأستاذ حسام السعد أهلا بك أهلا وسهلا بكم في مركز ثانوية الباسل للمتفوقين بدمشق الاستعداد بدأ بأداء القسم قبل العملية الانتخابية بحوالي ثلاث أيام نحن أعضاء اللجنة الانتخابية في الصباح الباكر منذ الساعة السادس صباحا تسلمنا الصندوق الانتخابي بشكل أمام عناصر الشرطة وبالإضافة إلى الغرفة السرية كان العمل قائم على قدم وساق وبكل الريحية ومور كانت جيدة خبرنا أكثر ما هي الإجراءات الاستعدادية التي قام بها المركز قبل بدأ عملية الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية كان الاستعداد منذ الصباح الباكر كان من مستخدمين حتى رئيس المركز يقومون بشكل ضمان أريحية لاستقبال جميع المواطنين لأداء حقهم الدستوري والقانوني في الانتخابات من تجهيز المركز ومن تجهيز المدرسة ومن تجهيز الغرفة الخاصة بالانتخابات هل من عراقيل أو صعوبات واجهة تسير العملية الانتخابية حتى الآن؟ بكل صراحة وبكل واقعية لم يكن أي عراقيل أو أي صعوبات واجهة العملية الانتخابية كل العمل كان قائم على قدم وساق شكرا لك إذن كما نرى مشاهدينا أو كما سمعتم مشاهدينا اليوم كل الإجراءات الاستعدادية اتخذت من رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية في المركز الذين أدوا القسم الدستوري شأنهم شأن بقية أعضاء ورؤساء لجان المراكز الانتخابية قبل بدء العملية الانتخابية وفق المادة 15 من قانون الانتخاب أيضا وزارة الداخلية أمنت كل الاستعدادات لضمان سير عملية الانتخاب هذه المشاركة التي رأيتموها الآن على القناة هي تعبير عن وعي الشعب السوري بأهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية وأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق كحق وواجب لكل مواطن سوري تم 18 من عمره طبعا نحن مستمرين معكم مشاهدين في هذه التغطية لقناة سما ولكن حاليا عودة إلى استوديوهاتنا كنت معكم ريم عيسى من مركز ثانوية الباسل في الفحام لقناة سما ترجمة نانسي قنقر